أهلاً بكم مشاهدين الكرام ومرحباً بكم في قناتكم قصص العالم مع أم المواهب في جديد أخبار الرياضة وهذه أبرز العنوين أبو خلال يرفض خوض مباراة اليوم الأحد لسبب أخلاقي والمغاربة يرفعون له القبعة أشرف حكيمي بعدما هز الشباك بهدف عالمي حصل على بطاقة حمراء ثانية مع فريقي باريس أنجيرمان فرنسي سعيد شيبا يقول أغلقنا صفحة الجزائر وهدفنا الآن هو الفوز بالكأس قبل الخوض في هذه التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة فضلاً وليس أمراً لتتوصلوا بجديد الأخبار جاء في تقرير وسائل إعلامية فرنسيا بأن اللاعب الدولي المغربي زكري أبو خلال رفض المشاركة في مباراة فريقي تولوز ضد دانانت في الجولة 35 من الدول الفرنسي والتي ستقام اليوم الأحد وذلك بسبب تخصيص الأرقام التي سيرتديها اللاعبون بألوان قوس قوزح تضامناً مع المثليين وقد طلب زكري أبو خلال إعفاءه من المباراة لذلك السبب وبحسب المصادر نفسها رفض أربعة لاعبين مسلمين آخرين من الفريق المشاركة في المباراة أيضاً تجدر الإشارة إلى أن فرق الدوري الفرنسي تظهر دعمها للمثليين عبر تخصيص أرقام اللاعبين بألوان قوس قوزح للعام الثالث على التوالي وهذا الأمر أدى إلى صدمات بين الأندية وبعض اللاعبين المسلمين حقق نادي باريسان جيرمان الفوج بخمسة أهداف دون رد على أجاكسيو في الجولة 35 من الدوري الفرنسي بدأت المباراة بضغط متواصل من الجانب الباريسي حتى استطاع فابيان لويز إحراز الهدف الأول في الدقيقة 22 وضعف أشرف حكيمي بالهدف الثاني في الدقيقة 33 لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الباريسي بهدفين دون رد وفي الشوط الثاني واصل باريسان جيرمان سيطرته على المباراة وأحرز مبابي ثنائية في الدقيقة 47 وفي الدقيقة 54 لتصبح النتيجة رباعية وفي الدقيقة 73 أحرز باريس لهدف الخامس عن طريق محمد يوسف لاعب أجاكسيو بالخطأ في مرماه وحصل لاعب أجاكسيو توماس منجاني على بطاقة حمراء في الدقيقة 80 وحصل أشرف حكيمي لاعب باريسان جيرمان على بطاقة حمراء في الدقيقة 77 لتنتهي المباراة بخماسية نظيفة وقد حصل النجم المغربي على بطاقة حمراء للمباراة الثانية على التوالي حيث طرده في الجولة قبل الماضية بعد مرور 22 دقيقة من مواجهة لوريا أكد سعيد شيبة مدرب المنتخب الوطني للناشئين أنه تواصف حتى مباراة الجزائر مساء يوم المواجهة بعد منح اللاعبين فترة راحة إضافية امتدت إلى ساعة المتأخرة من الليلة ذاتها على أن يركز الجميع على مباراة نصف النهائي بداية من صباح اليوم الموالي وقال في تصريح إيلامي سنواصل العمل بالشكل الذي اعتدنا عليه التركيز أولا على استعادة اللياق البدنية والتأكد من سلامة اللاعبين وحالتهم الصحية ومن ثم التركيز على التحضير للمواجهة وأضاف عشنا فترة متشابهة خلال فترة التحضير السابقة وجهنا منتخبات قوية في ظروف متشابهة لما نعيشه اللحظة في الجزائر وأعتقد أن اللاعبين اعتادوا اللاعب كل ثلاثة أيام خاصة أننا مجتمعون لأزيد من عامين خضنا خلالها العديد من الدوريات الودية في شمال إفريقيا اكتسب خلالها العناصر الوطنية الخبرة اللازمة لمواصلة العمل بجد ومثابرة وأضاف حققنا أول الأهداف بالعبور إلى المونديان واللحظة نركز على اللقب الإفريقي شريطة تدبير كل مباراة على حدا والحفاظ على التركيز والهدوء في التعامل مع المباراة المقبلة برسم نصف نهائي الكار وعن المنتخب المالي قال سعيد شيبة الهدف الأسمى كان هو الترشح لكأس العالم لكن حاليا هو الوصول للمباراة النهائية وقد أخذنا بعين الاعتبار المنافس لأنه منتخب قوي وتابع لم نغير من طريقة لعبنا وسنعطي الاحترام من الناحية التكتيكية للخصم وسنحاول استغلال فترتنا الجيدة مع الخصم وعلى هذا الأساس المجموعة متجندة للمباراة حيث أصبحنا فارق عمل وهدفنا الفوز على مالي علما أنه منتخب محترم ومن بين أحسن المنتخبات وأضاف كان من الواجب إرجاع اللاعبين لروح المنافسة بعد التأهل وفترة الاحتفالات كانت وجيزة علما أننا تلقينا الدعم من كل شرائح المجتمع العائلات ومن الوسط الرياضي وأيضا من رئيس الجامعة فوز القجع والناخب الوطني وليد الريقراغي وأرضف المتحدث نفسه المنافسة على المستوى الإفريقي كانت صعبة في السنوات الماضية واللاعبون هم الحلقة الأقوى في هذا الإنجاز ونحن جد سعداء لأنهم أبانوا عن نطج كبير رغم صغر سنهم والتأهل إلى النهائي سيكون بفضلهم إن شاء الله وختم سعد شيبة حديثة اللاعبون يعرفون جيدا الخصم لأننا لعبنا معه وديتين قبل أشهر من بداية المنافسة ومن ناحية الحلول نحن ملزمين بإيجاد الطريقة للوصول لمرمى المنطقة بالمالي نهاية الموجز شكرا على المتابعة وإلى اللقاء